بسم الاب والابن الروح الكدوسة لله الواحد امين انجيل النهاردة يتكلم معنا على لقاء السيد المسيح بالشاب الغني والشاب الغني بيسأل سؤال اهم جدا لكل واحد منا ماذا اعمل لقرس الحياة الابدية كتير مننا بنسأل هذا السؤال ربنا عايز مننا ايه علشان يعطينا هذه الحياة الابدية وهنا السيد المسيح بيجاوب هذا الشاب الغني اعمل الوصايا يعني اتبع هذه الوصايا اللي ربنا قالنا عليها كاول درجة اول سلمة من نمونا الروحي وقال له كده لا تزني لا تقتل لا تشهد بالزور لا تسلب اكرم اباك وامك ودي كانت يعني هي الوصايا الاساسية اللي ربنا اداها لموسى علشان الناس يحفظوا بس الطريق في نمو لمعرفة الله فالشاب الغني قال له انا هذه حفظتها منذ حداثتي وهنا السيد المسيح حاب بقى ينقل هذا الشاب الغني الى الدرجة التانية اذهب بيع كل ما لك واعطي للفقراء وتعالى تبعني واحمل الصليب بتاعك الشاب الغني مضى حزينا وهنا السؤال هنا هل ننظر الى الحياة الابدية من خلال مفهوم بشري واننا نرث الحياة الابدية من خلال عمل وصايا محددة اي مجموعة من الفرائض دون ان نصل الى ان الله هو الاول والاخر هو الكل هو يملأ كل الكيان هو يملأ كل الحياة اي ان كياننا في المسيح يعني فيه فرق ما بين تنفيذ الوصية والكيانة في المسيح اذا كان كياننا في المسيح هتقدر تفهم ان تنفيذ الوصية امر سهل وتقدر تنفذ الميل التاني اذا انت معرفتش توصل الى كياننا في المسيح مش هتقدر حتى تنفذ الوصاية بحسب كلمة الله او بحسب الوصاية الانجلية في المسيح يسوع لانه كتير من الاوقات الوصية بدون الكيان في المسيح بدون عمل النعمة في حياتنا مش هنقدر نوصل به الى اتمام كل الوصية عشان كده الشاب الغني كان عايز مجموعة من الفرائض يعملها وبعد ما ينفذها يقول خلاص انا كل الحياة كده مظبوطة ده نفس طريق التفكير الفريسي اللي دخل الى الهيكة اللي صلي وقال له اشكرك يا رب لاني لست مثل باقي الناس وباقي الناس دول اشرار فجار لكن انا بعشر لك اموالي وبصوم وبصلي فدي مجموعة من الفرائض بس قلبه مش مليان بمحبة الله قلبه مش مليان بالنعمة عشان كده السيد المسيح لما حب يحط هذا الشاب الغني في اختبار مع نفسه في مواجهة مع نفسه قال له يعوزك شيء واحد اذهب بيع كل ما لك وتعالى اتبعني واحمل الصليب طب بيع كل ما لك ووزع للفقرة هنا الفلوس اللي كانت مع هذا الشاب الغني كانت اغلى من طلبه للحياة الابدية يعني هو عايز يحتفظ بالحياة الابدية وعايز يحتفظ بالاموال في هذا الظهر خلي بالكم الله لا يشمخ عليه يعني مهم جدا ان الانسان لا يستطيع ان يعبد سيدين لا يستطيع ان يعبد الله والمال ومحبة العالم عداوة لله وبتالي هنا ما ينفعش ان الانسان يقول انا بحب ربنا وبحب الفلوس بحب ربنا وبحب العالم بحب ربنا وبحب المركز بحب ربنا وبحب السلطة بحب ربنا وبحب المظاهر بحب ربنا وبحب ما ينفعش ليه لانه ده غير ده خالص عشان كده السيد المسيح لما حطه في مواجهة مع نفسه قال له كده اذهب بيع اترك سيب ده كله وبعدين تعالى اتبعني حاملا صليب هنا السؤال مع انفسنا هل المسيح هو الاول والاخر ولا توجد محبة تعلو محبة الله وان من اجل المسيح اقدر اتنازل عن اي شيء مهما كان مهما كان عشان كده السيد المسيح لما قال لنا من احب ابا او اما او اخا او اختا او حقول لا يستحقني حتى نفسه لا يستحقني عشان كده هنا الشاب الغاني كانت مهمة المسيح انه يحطه امام نفسه واول ما تحط امام نفسه لانه كان يحب المال اكثر من محبة الله فاغتم مضى حزينا عشان كده بوليس الرسول بيكلمنا ويقول لنا محبة المال اصل كل الشرور ان ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم بأوجاع كثيرة طب يعني الانسان في محبة المال مش بس بيحب المال لكن ايضا يضع نفسه كسلعة تباع وتشترى يعني هنا بيفقد قمته وكيانه بقي كيانه هو في هذه الاموال في هذه المحبة عشان كده يشوع ابن صراخ لما يكلم على محبة المال يقول انه الانسان اللي بيحب المال بيضع نفسه كسلعة وضع نفسه كسلعة بيتباع اي حاجة بيباع خلي بالك اوعى تعمل نفسك سلعة تتباع وتشترى واوعى تكون عندك محبة فوق محبة الله لان دي هتمنعك انك تفهم كيانك في المسيح واللي ما يفهمش كيانه في المسيح مش هيقدر يارس ملكوت السماوات فايهما افضل للحياة كيانك في المسيح ام ما تملكه في هذه الارض واضح اننا دخلنا الى هذا العالم لنا شيء وواضح جدا ايضا اننا نترك هذا العالم بلا شيء فمن الافضل ان الانسان يكون عنده حكمة انه يستعمل عطايا الله ومواهب الله لنا في هذه الحياة في عمل الخير حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير لجميع الناس حشان كده خلي بالك المشكلة مش في الفلوس المشكلة في ارتباطك والاتكال على الاموال الاتكال على القوة الشخصية الاتكال على المركز الاتكال على السلطة الاتكال على العزوة الاتكال على العلم الاتكال على أي شيء مش على ربنا عشان كده ربنا حاب يحط الإنسان في مواجهة مع نفسه ليس المشكلة هي مشكلة الأموال ولكن مشكلة محبة الأموال عشان كده أولويات الحياة تضع أولوية للحياة هي المسيح عشان كده لو حبيت نفسك أكتر من المسيح مش هتقدر تنفذ وصايا المسيح يعني مثلا المسيح قال لنا أحب أعداءكم باركوا لعنيكم صلوا من أجل الذين يسوئون إليكم ويضطهدونكم انت دلوقتي هنا لو حبيت نفسك أكتر من الوصية المسيح هنا مش هتقدر تحب الأعداء لأنهم هيكونوا بالنسبة لك أعداء لكن إن نفذت وصية المسيح أي أن كيانك في المسيح كيانك في المسيح يرفع العقل يرفع العقل لإدراك طبيعة الحياة في المسيح الطبيعة الجديدة التي لنا كياننا في المسيح فبالتالي في المسيح لا يكون هناك عداوة بينك وبين إنسان لأن الله حل هذه العداوة وبالتالي صار لنا خدمة المصالحة فلما تشوف هذا الإنسان وتحط المسيح بينك وبينه فتشوف الإنسان من خلال المسيح يعني كأنك تنظر إلى هذا الإنسان من خلال عين المسيح فهتراه أيضا محبوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي أن كل من يؤمن به لا يهلك بل ينال حياة أبدية وبالتالي وجودك وكيانك في المسيح هيخليك تشوف البشر من خلال عينه فهتشوف البشر محبوبين حتى ولو أساءوا إليك لأنهم صورة الله وبالتالي ربنا أحب العالم أحبنا جميعا فإذا كان كيانك في المسيح هتحب كما أحب المسيح وبالتالي هتبص تلاقي وصية الغفران وصية سهلة ما بقاتش هنا وصية صعبة إنك تعمل واحد اتنين تلاتة لكن أصبح الكيان هو كيان المحبة وبالتالي بدام كيانك في المحبة الإلهية تقدر تغفر كما غفر الله لك وبالتالي وصية اغفره يغفر لك هتبقى سهلة لكن لو أنت ما حطتش كيانك في المسيح هتلاقي وسية الغفران صعبة جدا وبالتالي إنا لو لقينا نفسنا أمام أنفسنا هنلاقي أن وضع الأولوية هي الاختيار لملكوت السماء فبالتالي كل الأشياء مهما كانت تسقط أمام هذه الأولوية وكل ما عنينا تنظر لفوق للسماء كل ما عنينا تنظر لفوق كل ما العالم يصغر في عنينا السماء تكبر في عنينا وننباهر بيها وننباهر بالملكوت فالعالم يصغر بالنسبة لنا فبالتالي كل الأشياء بتخون لك وبالتالي تبص تلاقي حياتك مليانة عمل الخير وتعطي تعطي بسخاء تعطي كل من يطلب منك تعطي بفرح تعطي وانت شايف انه اللي بتعمله ده هو كنز لك في السماء زي ما المسيحة لنا فين كنزك هناك يكون قلبك حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك وبالتالي اذا كان كنزنا هو في السماء قلبنا هيروح دايما في السماء هنا ده صناعة الأولويات في داخل قلب كل واحد مننا بتجاوب لنا على ماذا أعمل لقرس الحياة الأبدية الإجابة هنا واضحة لنا كلنا انه حط المسيح أولا خلي كيانك في المسيح خلي كيانك كله في المسيح نفذ وصية المسيح من خلال كيانك فيه وبالتالي هتبص تلاقي وصية المسيح سهلة لأنه الكيان المسيحي كياننا فيه بيعطينا قوة لأنه كأننا مغروسين في الغصن يأتي بثمر لأنه ثابت في الكرمة وبالتالي تبص تلاقي الحياة كلها مليانة نعمة وبركة وهنا بطرس الرسول يبتدي يسأل المسيح بقى طب احنا تركنا هل بس هنظر للسمى المسيح هنا بيجاوب لنا إجابة مطمئنة جدا 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 بيجاوب بطرس الرسول اللي بيقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فالمسيح قال له كده ايه ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حكولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحكول مع اضطهادات وفي الظهر الآتي حياة أبديا يعني هنا ربنا بيطمنا بيقول لنا احنا تركنا كل شيء آه ولكن أيضا الله يهتم بيك يرعاك حتى وإنت تركت كل شيء هو يبارك الحياة وهذه البركة التي للحياة هي أعظم بكثير من اللي انت تركته إذا انت تركت حاجة واحدة مئة ضعف المئة ضعف هنا ايه هي كمال هي رقم كمال مئة المئة هنا رقم كمال للحياة الأبدية فبالتالي هنا ما نلاقي ان أولاد الله الذين تركوا من أجل الله ربنا باركهم أكثر في هذا الظهر لم يعوزهم شيء لم يعوزهم شيء وعشان كده سيد المسيح لما أرسل تلاميذه وقال لهم أنا أرسلتكم بلا مزود من غير زاد هل أعوزكم شيء؟ أبدا ما عوزهم شيء حاجة لأن الله كافي وكفيل أنه يعطي احتياجاتك في وقتها عشان كده اختبارات الناس القديسين اللي عاشوا بهذا الفكر عاشوا بفكر الاتكال على الله وعندهم كده نظروا إلى القديسين اللي قابليهم اللي عاشوا باتكالهم على ربنا وبطقوة هل أعوزهم شيء؟ ما عوزهم شيء؟ هل اتكل على الرب إنسان وخزية؟ هل خزل الواحد فيهم؟ ما خزلش حد فيهم ما خزاش حد فيهم ما فيش حد اتكل عليه وخزله ما فيش حد دعاه وتركه عشان كده مهم جدا إنك أنت تصق هذه الثقة وحتى لو أعوزك العوز الشديد ولم يكن لك شيء ونفست وصية الله إنك تعطي باستمرار الله يبارك حتى للذين أعطوا من أعوازهم يعني المرأة التي أعطت فلسين من أعوازها أعطت أعطت كل معيشاتها ربنا شايفها ويرفعها ربنا بيشوف شايفك في ديئك وشايفك في رخائك شايفك شايفك وانت محتاج وشايفك وانت مش محتاج شايفك شايفك في كل عمل ينظر إلى المرأة التي في صرفة صيدة ما يخليهاش تبني مخازن وما يخليهاش تبني تنكاتة زيت لكن شوية الزيت وشوية الدقيق اللي عندها ما يخلصوش دي البرقة ماء الضعف ماء الضعفة مستمرة بس في نفس الوقت كان لابد إنها تترك ييجي إليه ويقولها اعمليلي خبزة أولا غريبة جدا إنه إليه النبي لما ييجي يطلب منها إنها تعمله خبزة يقولها اعمليلي خبزة أولا وهي قالت له أنا ما عنديش ما عنديش غير هما شوية دقيق وشوية زيت صغيرين قلت أعملهم خبزة أنا وابني ناكلهم ونموت فالرد إليه طب اعمليلي أنا خبزة أولا وبعدين يعملين طب إذا كان هما مش هكفوا غير هيا خبزة واحدة أعمل لك أنت الخبزة الواحدة آه هعمل لك لأنا بصك في الله هعمل لك لأن أنا عندي اتكال عليه وعندي رخاء وبختار ربنا أولا بختار ربنا أولا وفوق كل شيء وفوق الاحتياج وبعد كده ربنا هيقول لك أعطي لك المئة الضعف المئة الضعف دول هي لا نهاية مئة الضعف محدش يقدر يحددها عشان كده كل الكديسين عاشوا حتى بكلمة الله في حياتهم الروحية بطرس الرسول لما اتكلم مع المسيح والمسيح لما اتكلم عن الخبز الآتي والخبز الحياة وأنه هو خبز الحياة الآتي إلى العالم كثير من تلاميذه تركوه ومشه فالمسيح اللي عايزين يمشوا يتفضلوا هنا بطرس الرسول يرد عليه ويقول له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك وبالتالي هنا واحد فهم أن حياته الأبدية مربوطة بالمسيح وبالتالي هنا كان له المئة الضعف في داخل نفسه في داخل روحه وبالتالي حياتنا مش بس مئة الضعف في الأمور المادية المنظورة لهذه الحياة لكن سلامنا الداخلي فرحنا الداخلي هو مئة الضعف أيضا تلاقي أولاد الله مليانين فرح ومليانين سلام ومليانين محبة في كده إطمئنان في حياتهم حتى لو هم في أطون النار حتى لو هم في جب أسود حتى لو هم في سجن فرحنين يسبحوا ربنا وهم جوه السجن الناس يستغربوا أن بولس وسيلة كانوا قاعدين يسبحوا أن بطرس وهو في السجن كان نايم بإطمئنان شديد جدا ويجي الملاك يغنغزه علشان يصحيه ويقول له يلا قوم البس علشان يخرج وينجيه الله يعطي لأولاده مئة الضعف في إنساننا الداخلي الله يريد أن يؤيدك بالكوة في إنساننا الداخلي لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله يعني معنى كده أن ربنا لما يحب يؤيدك هيؤيدك بحسب غنى مجده يؤيدك بالكوة في إنسانك الباطن عشان يحل المسيح بالإيمان في قلبك وهذا الحلول المسيح في داخل قلبك عشان تمتلئ إلى كل ملء الله تدرك محبة الله فائقة المعرفة فتمتلئ إلى كل ملء الله وبالتالي هنا هتحس بقدرة الله القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا مئة ضعف مئة ضعف في حياتك الأرضية لن يعوزك شيء أبدا لن يعوزك شيء اللي يتكل على الله لن يعوزه شيء مهما كانت احتياجاتك مهما يدخل فيه ضيقات ومشاكات لن يعوزك شيء ده وعد ربنا لينا حتى لو كنت فيه صحراء حتى لو كنت فيه صحراء جرداء ينزل لك من من السماء ويفتح لك في البحر طريق ويطلع لك مية من الصخرة قديسين كتير اتكلوا على ربنا ولم يعوزهم شيء وأنت كمان إذا اتكلت على ربنا وطرقت من أجل المسيح واتمت عليه هو أولا وتنظر فقط إلى ملكوت الله وكنزك الحقيقي يكون في السماء هتبص تلاقيك تنال في هذا العالم سلام وإثمان داخل قلبك ويكون تغيير في نظرتك للإحتياج مش كل حاجة بنطلبها مش كل حاجة بننظر لها يعني شهوة العيون وتعظم المعيشة مش هي دي الحياة الحياة الحقيقية هي في المسيح وبالتالي المسيح بيعطيك المئة الضعف في هذا العالم والمئة الضعف في داخل نفسك من الداخل في إنسانك الباطن اللي بيمتلق بالكوة والنعمة وعشان كده نحيا في المسيح وبالتالي يدينا الحياة الأبدية لأن رجاءنا فيه هو برنا هو سلامنا هو فداءنا هو حياتنا هو حياتنا الأبدية وبالتالي لتركيزك في الحياة الأبدية أولوية أولوية أولى دائماً أول حاجة وآخر حاجة وما بينهما هو المسيح أيضاً هتبص تلاقي حياتك كلها في اطمئنان وسلام ربنا يعطينا أن نضع الأولويات الحقيقية في حياتنا هو المسيح نحيا للمسيح نحيا بالمسيح نحيا في المسيح الذي له المجد دائم إلى الأبد أمين